و هذا للأسف الشديد أغلب الصائمين يهملون الدعاء تجد الصائم يركز على القرآن طيب شيء عظيم و لكن وين الدعاء و وين الاستغفار و وين سؤال الله عز وجل اهتموا هذه فرصة هذا موسم سيذهب و لذلك أكثر من الدعاء فالله عز وجل وعد و وعده الحق ثلاث دعوات مستجابات و دعوة الصائم منها دعوة الصائم إذا دعا استجاب الله له و لذلك أكثر من الدعاء لأنفسكم لوالديكم لأهليكم لذراريكم للمسلمين و المسلمات و الأفضل أيضا عند الإفطار أن يكتر الإنسان من الاستغفار يقول أستغفر الله و أستغفر الله و دائما سبحان الله عندنا قاعدة بأن الاستغفار في الغالب يكون في ختام العبادات في ختام الأعمال في ختام العبادات و في ختام العمل و أيضا يدعوا و هذا لا يعني بأنه ما يدعو في الليل لا يدعو لأن شهر رمضان هذا حتى في الليل يدعو ذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي أن يدعو بعد 15 رمضان بدعاء القنوة المعروف اللهم اهديني في منهدي